أي من أهم الأرقام اللي قد نتكلم عنه أي نحن؟ يعني لو هنستعرض أرقام حرس الحدود من المنافس النادي الأهلي يعني هي أرقامه ضعيفة طبعا حرس الحدود من الفرق التاريخية في الدوري ولكن هو نتكلم أنه تقريبا كلينيكان هو هبط يعني حسبيا بكرة ممكن حسبيا يبقى هبط لو نادي الأهلي إن شاء الله كسفة لو استعرضنا يعني أرقام حرس الحدود هنلاقي نوعه هجوميا فريق يعني ضعيف بالنسبة لعدد الأهداف فريق جاب 16 هدف في 30 مباراة معدل أليل جدا استقبل تقريبا 39 هدف على مدار الموسم بس 16 الأحرازهم دول في يوم 7 ضربات جزائر فالنهاردة فريق حتى الـ expected goals تعتمده مش كتير لهذه الدرجة فلا فنيا حرس الحدود للأمانة بيقدم نسخة سيئة هم يعني كابتن أحمد أيوب كان المدير الفني لفترة طويلة كان معهم في 27 مباراة في الدوري حاليا ماسكهم الكابتن أحمد ميكي لا معهم أربع مراته وحقق نتاج جايدة محمد ميكي محمد ميكي عفوا حقق نتاج جايدة بالنسبة له يعني لما يتعادلوا مع الدخلية كان منافس ليهم خسروا من بيرامدز 1-0 بس في تعريبا في الديئة الأخيرة فلا يعني هو حرس الحدود للأمانة رقميا فريق مش قوي في الموسم الحالي ولكن زي ما صبر كده يعني هو هينزل مباراة للموت عنده لعيب برضو لو نقدر نستعرض أرقامه مصطفى زيكو زيكو ده واحد من أميز اللعيبة في الدوري هذا الموسم نضم للمنتخب فيتوريا نضم للمنتخب عنده رقم مميز جدا 53 مروغة صحيحة ده بيخليه زي عارف كده كابتنسان بنقول ملوك الترئيس في الدوري مصطفى زيكو واحد من ملوك الترئيس في الدوري بيرقص حلو بيلعب على الجون كويس جايب 6 أهداف في الدوري لعيب مميز الناس كلها ببص عليه أعتقد مروغة برضو جايب 6 وصالع 3 فهو فيه 9 أهداف من ستاشر جولج فده رقم كبير فيه رقم كمان يخص الهجوم أو الهجوم بتاع نادي حرس الحدود وهم أنهم على مستوى صناعات الفرص والتهديف هم سجلوا 16 إنما الأسيستات 3 فده يوضح لك قدية هم فرديين جدا هجومين يعني كل اللعيب قدام بيحاول أنه يعتمد على نفسه خصوصا زيكو زيكو قدي موسم هايل جدا من أحسن صناعة اللعب الحقيقة في الدوري ولو كان في فريق أو حرس الحدود كان واقف على رجليه السنادي زيكو ده كان هيظهر بمظهر مختلف تماما نسبة مراوغاته كويسة جدا قياسا بالظروف اللي هو بيلع فيها مساهم تقريبا في نص أكتر من نص عدد الأهداف اللي فرقته مسجلها السنادي فهو الحقيقة لعيب مميز جدا وقدم موسم محترم وأعتقد أنه هو حيجل أوروك كويسة وممكن يعني زي ما أنت قلتك هو ياخد كابتن إسلام المباراة بتاعة الأهلي دي بكرة النهاردة عفوا أنه بالنسبة له تبقى فرصة أنه يسوق نفسه بشكل جيد ويرجع تاني يعني ينضم المنتخب فكرة أن العيب في عرس الحدود بالإمكانيات والظروف دي ياخد عين فيتوريا أنه يضمه لقائمة المنتخب فدي حاجة كويسة لي كلعب ونهو واضح أنهو جاي يعني في الفترة اللي جاي في الكرة مصرية